نعتقد دكتور مسألة أن الحوثي يحاصر البحر الأحمر أنوان كبير لا أعتقد في هذا المستوى عملياتي هي عمليات بشابه عمليات القرصنة ربما هكذا ولكن بفعل عسكرية الأساس والعنصر الأساس في الضربات الحوثية وربما الإشغال هي سياسة إشغال للرأي العام للقوات حتى تخفف الضغط على غزة هكذا هو الفكرة وبالتالي لا تسعى أو لا تسعى القوات الحوثية أو الحوثي كمنظمة أن يخوض حرب وهو يعلم نتائجها مسبقا وبالتالي هذه مناورات ترتقي إلى مناورات عسكرية بالعتاد الحي أقدر أسميها بهذه الطريقة ولا أعتقد أيضا الراعي الرسمي هو يعي خطورة ما تذهب إليه المنطقة فضلا عن نقطة جدا مهمة أنه هناك علاقات متشابكة ما بين دول الخليج وإيران ودول شمال أفريقيا وبالتالي الأضرار بمصلحة بالبحر الأحمر ربما يفسر من الدول الضامنة كمصر وغيرها أنه عمل عدواني وأنت تعلم هناك كان تصريح واضح من وزير الخارجي المصري في هذا الاتجاه وأعلن أنه هو مسؤول أيضا عن سلامة البحر الأحمر لأنه مرتبط بقناة السويس أنا أعتقد لا نضخم من وضع الحوثي كثيرا لأنه لا يشكل تهديد بمستوى التهديد ترجمة نانسي قنقر